أزمة جديدة تضاف إلى سجل الأزمات التي تلاحق الرئيس التونسي قيس السعيد فبعد الانتقادات التي لاحقته واتهمته بتغيير النص الأساسي لمشروع الدستور ها هو يطل إلى العلن باعتراف جديد يقر فيه بما أسماها أخطاء في الشكل والترتيب تسربت إلى مشروع الدستور ليلحق هذا الاعتراف بتعديلات جديدة من بينها منح الحق للدولة بالتفرد بتأويل الفصل الخامس في الدستور والخاص بمقاصد الشريعة فضلا عن منحها أيضا الحق بتقييد الحريات والحقوق تعديلات أعاد الاتحاد العام للشغل التونسي التأكيد على أنها ومشروع الدستور الجديد أخلت بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وأقصت مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة على المستوى السياسي ورغم حجد الرئيس التونسي لاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي والمصادف لعيد جمهورية إلا أن العديد من الأحزاب ورغم الاختلافات السياسية بينها رفضت التعديل وتظاهرت ضده أنا جيت اليوم بشي أقول ليه ليه للإستفتاء ليه للتزوير ليه اللي نعيش فيه اليوم شيء راه مفزع راه شيء مفزع مفزع للغاية مجلة الأحوال الشخصية لما سيسا فيه خط أحمل إحنا جينا على الاتخابات اللي يعمل فيه السياسي قيس سعيد المزيفة وعلى دستور المزيف اللي قاعد يعمل فيه والإستفتاء المزيف اللي قاعد يعمل فيه في عوض يمشي يخدم يخدم للشعب التونسي اللي قاعد ميت بالشر ويكل من الزبلة الشعب التونسي وميريته بعيني الشعب مفقر كرمته طاحت في العرض شعب التونسي وهو قاعد يعملي في الدستور أمام هذا الرفض لمشروع الدستور الجديد والإصرار المقابل من قبل الرئيس سعيد وأنصاره على تمريره يشير مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي سترانفور إلى أن خطورة مشروع الدستور الجديد تكمن بتوسيع سلطات الرئيس التنفيذية وتقليص سلطات البرلمان وهو ما سيؤدي إلى خسارة تونس مكاسب الربيع العربي وعودة البلاد إلى النظام الاستبدادي